مفيش شك ان الجمال نسبي وبتختلف معاييره من شخص للتاني وده حسب هو بيفضل ايه لكن مع اختلاف المعايير واختلاف نسب الجمال دايماً الاميرات والملكات لهم بريق خاص بيخلي جمالهم اكتر جاذبية عن غيرهم من النساء وده اللي ظهر في قيمة ضمت مجموعة من اجمل الاميرات والملكات على مر التاريخ طبعاً الملكة رانيا كانت حاجزة مكانها في القائمة دي بصفتها واحدة من اجمل واكتر ملكات العالم جمالاً وجاذبية اتولدت الملكة رانيا في 31 اغسطس سنة 1970 وبقت ملكة الاردن بعد زوجها الاسطوري من الامير عبدالله ولي عهد الاردن اللي بقى الملك بعد كده اشتهرت الملكة رانيا باناقتها وبساطتها في اللبس والماكياج واطلالتها بشكل عام كمان حفظها على رشقتها مع مرور الوقت والسنين وتعرفت بعملها الخيري وحسها التجاري واستخدمها وسائل التواصل الاجتماعي بصورة كبيرة حسب مجالة بيزنس انسايدر شغلت رانيا مناصب رفيعة المستوى في الشركات عالمية كتير وذا كله بيخليها اكتر جاذبية ومزيج ما بين الجمال والعال ووصفتها مجالة نيويورك تايمز بانها نسخة اكثر روعة من الممثلة النمساوية هيدي لامار وعندها نعومة اكتر من الممثلة البريطانية فيفيان لي وكانت الاميرة فوزية من الاميرات اللي بتغطف القلوب بجمالها في مصر وهي بنت الملك فؤيد الاول ابن اسماعيل وولتها الملكة نازلي صابري في سنة 1939 وفي سن 17 سنة اتجوزت الاميرة فوزية من محمد رضا ولي عهد ايران لكنها ما كانتش مبسوطة في الجوازة دي رغم انها بقت امبراطورة ايران لكن في صورة ليها مع احدى المجلات العالمية كان ملاحظ التناقض في ملامحها المثالية المنحوطة وعنيها الحزينة في النهاية اطلقت فوزية من شه ايران واتجوزت مرة تانية من الامير اسماعيل الشيرين لكن المرة دي كانت مبسوطة جدا وخلفت طفلين نادية وحسين وتوفت عن عمر يونيهز 91 سنة ومن مصر الموناكو مع الملكة جريس كالي اشهر نجمة سينمائية اتحولت لاميرة جمالها كمناسب جدا لها كممثلة قدمت عروض مزهلة من الافلام السينمائية سنة 54 وعلى الرغم من حبها للتمثيل وانها كانت نجمة وعيدة لكنها قررت تسيبه بعد ما قابلت امير موناكو رانيه الثالث سنة 55 واللي اتجوزها بعد سنة بس من لقائهم وتحضرت افلامها من موناكو والبعض بيقول انها ندمت على تخلي عن حياتها المهنية وماتت كالي بشكل مأساوي في حد السيارة عن عمر ناهز 52 سنة وبنفس الطريقة كانت نهاية اميرة والز المالكة ديانا والحد النهاردة متهمة به المالكة ايلزاباث وانها هي اللي دبرت للحادث وكانت ديانا بلا شك واحدة من اجمل النساء الملكيات في التاريخ قدرت تتقلم بسرعة مع حياتها الملكية وقدرت تستخدم جمالها في الترويج لنفسها وكانت واعية وزكية وعرفة هي بتعمل ايه كويت اما ريتا هيوورث الممثلة الامريكية المشهورة سابت مسيرتها السينمائية عشان تتجوز من الاميرة علي سلمان اغا من باكستان سنة 47 في مدينة كان في فرنسا وخلفوا بنتهم الاميرة ياسمين اغا خان لكن الجواز ممشيش زي ما كانوا فاكرين واتطلقوا بعض شائعة كتير عن خيانة الامير سلمان لها اتوفت هيوورث بمرض الزهايمر سنة 87 وكانت مش مبسوطة في اخر سنين في حياتها بشكل كبير لكن لسا جمالها الايقونية علامة وعالق في الاذهان وتعتبر واحدة من ملكات هوليوود اما الاميرة ماري اميرة ايدنبرا بندوقت روسيا الكبرى والامير الفريد دوق ايدنبرا كانت ملتقية بميسي وملاشة علاقة بليو ميسي لانت ولدت سنة 1875 قبل ما يقال يو فكرة حتى المهم انها كانت بتلقب باللقب ده لان جمالها كان زي الاس في بلاد العجايب في شبابها اشتغرت بعنيها الزرق البراقة وشعرها الناعم ومنباحها الرئيئة واتجوزت من ولية عهد رومانيا خلفت منه ستة اطفال واشتغلت ممرضة في الحرب العالمية التانية وتوفت بسبب تليف الكبد سنة 38 اما اميرة السويد مادلين اسباب كتير خليتها تكون موجودة في القائمة دي لانها مش بس جميلة لأدي جميلة ووسقى من نفسها زي ما اشتغرت العيلة المالكة السودية بالجمال والازياء الراقية ومعروفة عنها اهتمامها بالاعمال الخيرية ده غير جمالها ورشقتها المعروفة بهم